حنجرتان ذهبيتان من بيت واحد فعائلتهما القرآنية رعت موهبتهما خير رعاية عبد الرحمن الزيرك الليلة سينافس نخبة من قراء العالم ومن بينهم شقيقه المتسابق عبد الرحمن الزيرك من المغرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروننا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا تهداخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وهي تمر مر السحاب تمر مر السحاب إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ نامنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأنا أكلوا على القرآن فمن اهتد فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين صدق الله العظيم حياكم الله مشاهدين الكرام أنصتنا بخشوع لتلاوة المتسابق عبد الرحمن الزيرك من المغرب طيب الله لك الأنفاس يا عبد الرحمن وننتقل إلى فضيلة الشيخ محمد عصفور تقييمكم حياك الله حبيب حيا الله الأخ الكريم عبد الرحمن الزيرك وماشاء الله الأداء رائع جدا وموفق وتتنافس أنت وأخيك زكريا الحمد لله لكن سؤالي يعني لو وقفت عليكم الأول والثاني من يكون الأول ومن يكون الثاني؟ عادي يعني تؤثر على نفسك أو تطمع في الأول؟ لا لا مقسمينها قبل لا يجونا يعني ما شاء الله هنيئا لكم بيت واحد أخرج هذه النخب وهذه الأصوات الشجية ما شاء الله لا أنا كان عندي بس تعليق أنه أولا هو قراءة برواية ورشب بتوسط البدل مع تقليل ذوات الياع البدل عندكم ليس توسط كان يسحب معك شوية طول وأيضا ملاحظة التقليل عندكم الموضع التقليل التقليل يأخذ درجة عالية وما ينزل للتقليل الفعلي مثلا في كلمة النار الأليفات قبل طرف مكسورة فأتمنى هو تنتبهو لهم تنتبهو لهم لعل إن شاء الله الله يجعل لكم نصيب المرة القادمة إن شاء الله الله يبارك فيكم موفقين حبيب والعفو منكم شيخنا تفضلوا أحسنتم كثيرا أحسنتم أخ عبد الرحمن لطيفة أستاذ عماد أنا قلت وقوفكم على كلمة الأرض يعني غير صحيح ما كان ينبغي لكم أن تقفوا على الأرض أستاذ عماد قال إذا ما يقفون على الأرض أين يقف إذن لكن وقوفكم في المصحف الشريف فرق عن الأرض أنتم وقفتم على كلمة الأرض والآية تتحدث عن الفزع وفي يوم النفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ربه إلا من شاء الله إلا من شاء الله فهنا استثناء من الذين يفزعون فحينما أنت وقفت على الأرض أطلقت الفزع يعني كل الناس فزعوا وكان ينبغي لك أن يعني تنظر إلى الاستثناء لأن الجميع ليس كل الناس فزعوا هذا مورد المورد الآخر وموارد أخرى أيضا أنت تقرأ على الشيخ الهبطي أليس كذلك؟ نعم في الوقوف تتبع الشيخ الهبطي ولكنك أيضا لم تتبعه هنا فوقفت في مواضع أنت اخترتها وأوجدت معاني ودلالات ولم يجدها الشيخ الهبطي فلا بأس أن تكتب كتابا تصحح على الشيخ الهبطي في وقوفه وللأسف كررت في كثير من المواضع ونحن نبهنا على هذه المسألة قلنا لكم لا تكرروا يا أستاذ عبد الرحمن يا أخ عبد الرحمن لا تكرر الآية كررت مرتين هذا يسجل عليك أيضا أخذها منك زكري صوت واللغم واللحن جرك إلى التكرار الله يبارك بي الأستاذ عماد رامي رأيكم أستاذ عبد الرحمن صوت ما شاء الله واثق أنت واثق من نفسك وذلك تقرأ بحرفة ما شاء الله عنك يعني صوت واثق وقوي وقادر بس هذا فقط عندك الإحساس بالمعاني الآيات أرجو أن تنتبه لا تجعل الثقة الزايدة تسيطر عليك انتقال بين المقامات كان جيد الله يعطيك العافية إن شاء الله موفق بارك الله السيد حسنياني الحلو تقييمكم يا عزيزي نحن في موارد كثيرة لعلها تقريبا كلها كنا متفقين أنا والأساتذة بمجال الصوت والنغم ولكن قد ممكن تفرق الدرجة من حكم إلى حكم آخر وهذه المرة قد أختلف مع الأساتذة بأن الأخ عبد الرحمن رغم جمالية صوت اللي يتحدث بها الأستاذ عماد وجمالية النغمات لكن أنا أشخص أنه يحتاج إلى قالب واضح ويحتاج إلى خارطة واضحة لأنه عند عشرة أسطر أو 12 سطر أو 15 سطر يحتاج إلى خارطة معينة يمشي عليها يعني أنا أتوقع لو فتح المصحف من مكان ثاني سيقرأ بغير خارطة وكأنه لم يهيئ لهذه الأمور وتأتي الجملة ها فراح أعود راح أعود إلى هذه النقطة التي تحدث عنها الأستاذ عماد وهي أما أن يكون عدم ثقة عند الشخص وهي الخوف وهو بعيد عن الخوف أو الثقة الزائدة هذه تؤدي إلى هذه المخاطر أو الوسط نحن نريد الوسط حتى يكون عنده انكسار مع الخوف مع كذا وبالتالي يؤدي بالشكل الصحيح يحتاج إلى هذه هذه الثقة التي عندها يبدو أنه رياضي أيضا من طوله ورشاقته لكن يحتاج أكثر إلى الدخول بالمعاني للآيات القرآنية وإيضا إلى أن يحدد خارطة النغمية مهم جدا نتمنى للموفقية وتلاوتك الله يفتح عبد الرحمن وزكريا أنتو لتنين حفاظ كامل القرآن الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ عمر تفضلوا ما شاء الله لم يبقي لي المشايخ والأساتذة ماذا أقول فماذا أقول إلا أني وفقك الله سبحانه وتعالى لأن تأخذ به هذه الملاحظات التي لا تزيد تلاوتك إلا حسنا وهذه الملاحظات أكيد عن حب وكلهم يحبون لك أن تكون الأحسن والأتقن بإذن الله تعالى شكرا جزيلا أختم مع السيد كريم سيدنا ذكر كل شيء وأستاذي أم ذكر لي يفيد الحبيب فأنا بس أضيف زي حلو يعني يا ريس شكرا ساعد وجميل بروحه وبحنجرته أيضا بالفعل آل الزيرك حناجر صيغة من الضوء النقي عبد الرحمن الزيرك شكرا جزيلا لهذه المشاركة شكرا جزيلا أحسنتم أتفضل الله أمفه أحسنتم